عارف هو السخريات بالقدر انه كتير او من الناس اللي اللي ما بتنجحش في منظومة الكرة في مصر بيبيع عندها فرصة تانية او تالتة وربعة. طبعا انك لما بتنجحش خلاص سيب فرصة لغيرك. احنا عندنا بنيدي فرص كتير اوي للفشل مرة اخرى مش للنجاح او تعويض الفشل. حسب علاقاتك وحسب انت مين. اه يعني احنا انا بديك فرصة تانية عشان تفشل تاني مش عشان تعود الفشل. مليون في طيب. انا عارف والله كان نفسي الاعدة تبقى افضل من كده كابتال عبد الحميد. انا محضرين حاجات حلوة. اه والله احنا والله انا والكابتال عبد الحميد ومحمد جمال واحمد الفرج على المباراة منه. يا رب عايزين نطلع نقول. عايزين نطلع على اولا نتكلم كلام حل. ايجابي. والله الناس تستحق والله العظيم الناس في مصر تستحق طول الوقت. ده احنا بنتنفس كورة. ده احنا الكورة مصدر سعادة. اكبر مصدر سعادة في حياتنا كلنا. ما احنا كلنا عايشين كده. شعب بيحب الكورة. شعب بيحب الرياضة. اعنف النهاردة لو كسبنا. هتشوف الناس بكرة في الشوارع. مسكين عالم مصر. وماشيين بيهتفوا. وماشيين فرحان. ولا عنده جمعية بلسه مسددهاش مش هيفرق ما احنا فرحانين بمنتخب مصر. ولا عنده استى شقة ولا استى عربية مش هتيجي ان شاء الله. احنا الفرحة بتاعت الكورة بتخلينا نتخطى هموم الحيالي يومية. الناس بقى اللي بتدير الكورة فاهمة ده ولا مش فاهمها. الموضوع مش بسيط مش ان هو. الساعات حديت اللي اقول لك ايه? ما نكسب او نخسر ما دي الكورة ماكسب وخسر. والله فهمين وعارفين بس نكسب واحنا بنلعب كويس. انا كريم تحديدا من سنتين بعد ما اخسرنا فاينال. كاس الوهم الافريقية بدربات الترجيح تلعت قلت برافو لعيب منتخب بصر ورافو مداري منتخب مصر ما اصرتوش. خلاص ده توفيه بقى. لكن انت لو بتدعب وحش منظومة تبقى بايزة بايزة.